السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسايا الخير عليكم يا حبيبي يارب تكونوا بخير وكل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم كلكم طبعا كلنا عايزين نعمل البيتيفور والبسكوت علشان العيد اللي حابة تنزل تشتري مكينة البيتيفور او عندها مكينة البيتيفور ومش عارفة تستخدمها او حابة تنزل تشتريها وعايزة تعرف سعرها وازاي تستخدمها هنتكلم النهاردة في الفيديو بتاعنا عن طريقة استخدام مكينة البيتيفور وطبعا هنقول على افضل مكينة في الاسواق اه هتستحمل معاك وهتعد معاك عمر طويل جدا بدون ما يطبوز ولا يجرى لها اي حاجة المكينة اللي معانا دي حلوة جدا جدا اه كلها استلس في بعض يعني مش هتتكسر منك او مش هتبوز منك كلها استلس حتى الاشكال اللي موجودة معاها برضو استلس كمان سعرها حلو جدا هنقول لكم دلوقتي على سعرها في الاسواق اه سعر المكينة اللي معانا دي 185 جنيه اه هتلاقيها طبعا عند اه المحلات اللي بتبيع بمستلزمات المطبخ اه هفتحها معاكم اهو وهنقول على استخداماتها وهنتفرج عليها كده واحدة واحدة مع بعض ده طبعا الغلاف اللي موجود عليه الصور بتاعت الاشكال بتاعت المكينة ده طبعا شكل المكينة اللي معانا اه فيها اكتر من شكل وفيها كمان اللقماع بتاعت الكريم شانتيه اه حلوة قوي المكينة دي اعتبر تلاتة في واحد اه للباسكوت وللبيتفور وكمان للكريم شانتيه اه دي طبعا الاشكال اللي موجودة في المكينة كل شكل موجود جنبي الباسكوتة او البتيفور اللي هيطلع اه يعني تتفرجي كده على شكل الباسكوت اللي موجود قدامك تشوف انت عايزة انه شكله هتلاقي جنبه الشكل على طول اللي هتقدر تستخدميه هنفتحها كده مع بعض واحدة واحدة ونتفرج عليها اه زي ما قلت اللي عايزة تنزل تشتري المكينة دي سعرها 185 جنيه في الاسواق اه حلوة جدا طبعا في منها اللي هي البلاستيك اه بس بصراحة مش حلوة خالص ممكن تتكسر منك ومش هتقعد معاك فترة طويلة لكن دي حلوة جدا جدا اه كلها استلس في بعض وده طبعا الورقة اللي معاها دي دي طريقة الاستخدامات وكمان طريقة اه الاشكال او اه الباسكوتة اللي هتطلع من الاشكال اللي موجودة اه دي طبعا طريقة الاستخدام بتاعت المكينة زي ما قلت دي اشكال الباسكوتة اللي هتطلع من الاشكال اللي استلس اللي موجودة مع المكينة حلوة قوي بصراحة المكنة دي جميلة جدا. آآ هتوض معاكي فترة طويلة زي ما قلت لانها كلها استلس في بعض مفيش فيها بلاستيك خالص. هنفتحها كده مع بعض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. دي شكلها. هنبدأ ان احنا نفقها كده من العلبة. هي بتيجي في علبة كده. آآ بلاستيك. حلوة قوي بصراحة. هتنفع للباسكوت وكمان البيتيفور وكمان الكريم شانتي. بدل الامع اللي احنا بنجيبه من بره طبعا وبيتقطع مننا. عايزة تعملي بلح الشام كمان حلوة جدا في بلح الشام. آآ اللي اماع اللي بنجيبها من بره بتتقطعها بسرعة. لكن المكانة اللي معنا دي هتنفعنا في اكتر من حاجة. حلوة جدا. وسعرها كمان يعني بسيط خالص. وكمان في منها اللي هي البلاستيك. لو حاب تجيب اللي هو البلاستيك من المكانة دي لكن بصراحة ما ببرجحش ان انت تجي بيها لان هتتكسر منك بسرعة ومش هتسعفك في الشغل. لكن دي حلوة جدا. زي ما شفتوا كده معها اللي اماع بتاعة الكريمة. وطبعا اللي اماع آآ مترقمة. ده رقم سبعة اهو. لو شايفين كويس في الاضاءة مش مبينة. اللي اماع كلها مترقمة. رقم واحد واتنين وتلاتة. ده رقم اتنين اهو. لحد رقم تمانية. معها تمن اماع من اللي اماع اللي استلس. اهو. كل امع مرقم. ده رقم كام? اتنين بين او تلاتة. اه استلس وهيعيش معك يعني مش هيبوز ولا يتكسر منك ولا حاجة خالص. معها تمانية. دول سبعة وفي واحد في المكانة. يبقى كده تمانية. والتمانية مرقمين من اول واحد لحد تمانية. تمام? ده رقم ستة اهو. فيها كزا شكل برضو في اللقماء. وكمان الاشكال بتاعة البسكوتة اه تلتاشر اه شكل. معها تلتاشر شكل من اشكال البسكوت والبيت فور. ده طبعا الشكل بتاع البسكوت اللي احنا عارفينه. اهو. استلس برضو يعني مش هيتكسر ومش هيبوز ولا هيجراله اي حاجة خالص. هيقعد معاك فترة طويلة وعمر كامل. ده كمان شكل تاني اهو. معها اكتر من شكل بصراحة. اهو دي كمان شكل تاني صغير. ودي كمان هي وردة. ودي برضو شكل تاني للبسكوت. معانا اتنين اهو. واحدة كبير وواحد صغير. وده كمان شكل اهو. اختري بقى الشكل اللي تحبيه سواء هتعملي بسكوت او هتعملي بيت فور. شكلي بقى للاولاد كده وفرحيهم بالاشكال الحلوة دي. معاها تلتاشر شكل من اشكال البسكوتة وكمان تمن اقماع من اقماع اللي هي البلح الشام بقى والكريم شانتي. حلوة او الماكناة دي جميلة جدا سعرها كمان كويس جدا. اه هنتفرج بقى على الماكناة اللي معينا اهو. ده شكلها كلها استلس وبعض مفيش فيها بلاستيك خالص. اللي هي البلاستيك اللي بتيجي من برة سعرها رخيصة خالص يعني بخمسة وتمانين جنيه متهيقلي او خمسة وسبعين جنيه. بس مش هتقعد معاك عمر طويل هتتكسر منك بسرعة ومش هتسعفك. انا هفتح معاك كل مكان اهو. ده طبعا المكان اللي بتحطي فيه الشكل. آآ هنركب الشكل الاول في السامولة كده. وبعد كده هنربطها. يبقى احنا كده اخترنا الشكل اللي هنبتدي نعمل به البسكوت. ده اول حاجة طبعا اول ما تيجي تستخدمي الماكينة تفتحيها وتحطي الشكل الاول. وبعد كده تفتحي من فوق من عندي الايد. بالشكل ده كده اهو. هنا بقى بيتحط العجينة. العجينة بتاعة البسكوتة او البتيفور. هتحطي العجين هنا. وتبدأ ان انت تقفليها. قبل ما نقفلها طبعا هنلف الصامولة دي كده. اللي هتلاقيها مشانشرة كده. علشان طبعا وانت بتضغطي. السامولة دي هتبتدي ان هي تنزل واحدة واحدة. لحد ما تخلص العجينة. تمام? هنحط العجينة وهنقفل بالشكل ده كده. وهنبتدي ان احنا نضغط عليها بالايد. آآ سهلة جدا. يعني طريقة استخدامها سهلة جدا جدا. هتفكي السامولة دي طبعا الاول لفوق. بالشكل ده كده. علشان تقدر ان انت تضغطي على العجين وينزل معاك. اهو. الناس اللي حابة تعرف طريقة استخدام مكينة البيتفور بالطريقة استخدامها سهلة جدا جدا. حتى لو انت مش عارفة تستخدميها اول ما هتفتحيها تلاقيها معاكي سهلة خالص. هتقدر ان انت تتصرف يعني وتشتغلي بيها. هنقفل كده بالشكل ده. وبعد كده هتحط العجينة زي ما قلنا ونقفل ونضغط باليد. هيطلع معاكي العجين هنا بالشكل ده. لو حابة تغيري طبعا الشكل هتفتحي من فوق وتبدأ تشيلي الشكل اللي انت مش عايزها وتحطي شكل تاني. هحطينا الوردة. لو هتعملي بيتيفور بقى بشكل الورد. وهنقفل بالشكل ده كده. هيبقى معنا اهو. وهنفتح من فوق وهنحط العجين بتاعنا ونبتدي نضغط كده. هتلاقي السامولة اللي فوق دي بتبتدي تنزل تنزل بالشكل ده كده. اول ما تنزل خالص تعرفي ان العجينة فضيت. ما عادش فيها عجينة هتبدأي تفتحي وتحطي عجينة تانية. تمام? وتقفلي. بترفعي طبعا السامولة دي تاني. علشان تقدري تضغطي على الايد. والسامولة دي هي بتعرفك ازا كان في عجينة في المكنة ولا لا. لو السامولة دي الفوق كده تعرفي ان لسه في عجينة. اول ما تنزل معاك وتبقى بالشكل ده. تعرفي ان كده خلاص العجينة فضت على المكنة فضت العجينة اللي فيها. وهتبدأي تفتحي وتحطي عجين تاني. هنا بقى الامع اللي هو بتاع الكريم شانتي هفتحه معاك وهو. اقول لكم ازاي تركبه اللقماع لو عايز اتغيري الاشكال. اهو بتفكيها بالشكل ده كده. الامع زي ما قلت مترقمة. ده رقم تمانية اللي كان موجود في المكنة. هنفتح الامع ونركب امع تاني بالشكل ده اهو. سهلة جدا خالص. مفيش فيها اي صعوبة. زي ما قلت المكنة دي تلاتة في واحد. يعني بتعمل بسكوت وبتفور وكمان كريم شانتي. احسن من اللقماع اللي بتيجي من برا. واحسن بكتير من المكنة اللي هي البلاستيك. شايفين? سهلة جدا اهو. وتبدأ ان انت تحطي الكريمة وتضغطي عليها. اه اه تعملي بقى الاشكال اللي انت حباها. طبعا اه في هنا خانة خالص. السامولة دي فيها خانة مشارشرة. بتضغطي على المشارشرة ده علشان المكنة تنزل لما تيجي تعملي طبعا بسكوت او آآ بتيفور. تمام? مكنة سهلة جدا جدا. سعرها حلوة قوي مية خمسة وطمانين جنيه. اللي عايزة تعرف اسعار آآ المكنة بتاع البيتيفور. سعرها آآ مية خمسة وتمانين والبلاستيك حوالي خمسة وتمانين جنيه او خمسة وسبعين. بس دي افضل طبعا. الاشكال بتاعتها كلها مش هتبوز مش هتتكسر منك. كمان المكنة ذات نفسها كلها يعني هتقعد معاك يا عمر بدون ما يجرى لها اي حاجة. طريقة استخدامها سهلة جدا زي ما شفته. اهي. تمام? حلوة قوي. يا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يكون عجبكم ريفيو عن آآ طريقة استخدام مكينة او البسكوت. وكمان سعرها. آآ طبعا لو لسه مشتركتوش في القناة وعجبكم الريفيو بتاعي المكنة النهاردة. ياريت تشتركوا في القناة عندي. وتفعلوا الجرس عشان طبعا توصلكم مني كل فيديوهاتي. كمان تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. نقفل بقى المكنة ونحتفظ بها كده في المطبخ. نحافظ عليها. وبعد كل مرة بنستخدمها نخسلها طبعا ونضافها كويس جدا ونعينها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. تستنوني فيديو جديد وريفيو جديد.